أسرع كسكسي في تاريخ البشرية بفكرة عبقرية ومكون واحد بس هنعمل كسكسي المعلقة أو كسكسي الخمس دقايق وبمكون واحد بس بدون دقيق ولا حلة بخار ولا غربال ولا كبة ولا خلاط كمان ولا هتلمسي بإيديكي نهائي وتحدي بس لازم نرفع الفيديو بلايكات كتير ونكتب تعليقات علشان كسكسي المعلقة يطلع ترند يلا بينا بقى نشوف الوصفة العبقرية التحفة أوي دي علشان نحضر الكسكسي حضرت طاسة كده تكون واسعة وحطتها على النار وسخنت الطاسة كويس جدا وبعد نزلت فيها تلات معالق كبار من السمنة البلدي فقدري كمان تحطي مكعبين من الزبدة وعليهم كده معلقة من السمنة البلدي مفيش مشكلة خالص وبردو هتديكي طعم حلو جدا نسخن بقى السمنة كويس جدا قبل ما ننزل بالمكون العبقري اللي هنحضر بالكسكسي وهو سميد البسبوسة ايوة ده دي ايه البسبوسة اللي بنعمل بيه البسبوسة هناخد منه كباية كده من السميد البسبوسة هننزل بقى السميد ده على السمنة وبصوا لو ملاحظين انا السمنة بتاعتي سخنة قوي واول ما نزل عليها السميد زي ما انتو شايفين معايا كده ابتدى على طول يسخن وهنبتدي بقى نحنا نغلف السميد بتاعنا كويس جدا كده بالمعلقة بطل الحلقة النهاردة هي المعلقة فمش هنشيل المعلقة خالص من الطاصة طول ما احنا حطين السميد هنفضل نقلب فيه بالمعلقة زي ما انتو شايفين معايا كده علشان السميد الحبوب بتاعته تتفتح وتتشرب كده كويس جدا بالسمنة اللي موجودة عندي فهتبتدي انها تاخد كده تحميصة واول ما نيجي بقى نسويها هتبتدي بقى حبات السميد دي تستهب سرعة جدا فلازم المرحلة دي تاخد حقها انا ما فصلتش الكاميرا وسبت الكاميرا شغالة علشان تشوفوا كل التفاصيل بتاعت الكوسكوسي ويطلع معاكم ناجح زي ما انتو شفتوه معايا في اول الفيديو وإحنا بقى كده بنحمص الدقيق بتاعنا بتاع السميد في السمنة بنعمل ايه بنرش رشة بسيطة جدا من الملح رشة الملح دي هتساعدني اني اتخلص من الرطوبة اللي موجودة في السميد وكمان هتعدل طعم السميد في الاخر لما نجي بقى نحط عليه السكر وبقية الاضافات فهتخلي طعم الكوسكوسي حلو جدا احنا هنا مش بنحمر السميد يعني احنا مش عاوزينه ياخد لون غامق زي ما بنعمل كده في حلوة السميد لا احنا عاوزينه يفضل لونه ابيض او لونه فاتح بس يتغلف وحبوب السميد كلها تتفتح معايا كده وتتشرب السمنة كويس جدا علشان كده ادنى في السميد واحنا طبعا شغالين كده في السميد بتاعنا مهديين كده النار علشان ما يتحرقش معانا او ما ياخدش لون خلوا بالكو ان السميد ما ياخدش لون معاكم اول بقى كده ما لاقي السميد بتاعي خلاص كده اه ما بقاش في اي رطوبة خالص وتغلف كويس جدا بالسمنة بنزل عليه بكوباية ونص بنفس الكوباية اللي انا عيرت بيها السميد كوباية ونص من المية المغلية ولازم لازم المية تكون مغلية خلوا بالكو لان لو المية برده هينزل على السميد وهيتعجل معاكم في الوقت ده مش هيتحاول لكوسكوسي فلازم المية تكون بتغلي زي ما انتو شايفين معايا كده وننزل بيها على السميد بتاعنا هنفضل برضو كده نقلب في السميد بتاعنا بعد ما حطينا عليه المية زي ما انتو شايفين معايا كده ومش هنشيل ايدينا منه خالص هنفضل نقلبه على النار في الاول هيتكتل معانا كده وهيعجل زي ما انتو شايفين معايا كده ما تقلقوش خالص استمروا في التقليب لحد ما المية تتبخر والسميد يشرب المية بتاعته او كفايته من المية والزوائد كلها بتاعت المية تطلع على هيئة بخار ويفضل بقى كده السميد مستوي ولكنه مش معجن بصوا زي ما انتو شايفين معايا كده كده لسه السميد بتاعي ما تشربش كل كمية المية اللي هو عاوزها والمية الزيادة اللي موجودة لسه ما تبخرتش هنفضل نقلب كده بالمعلقة لحد ما تبتدي تبان ملامح الكسكسي بتاعنا اللي احنا عاوزين نعمله استمروا بس في التقليب ما تشيلوش ايديكم منه واهم حاجة ان النار تكون هدية جدا علشان خاطر الكسكسي ما يتلساش من تحت او ياخد لون زي ما انتو شايفين معايا كده بصوا بقلب كويس جدا في كل الاتجاهات زي ما انتو شايفين معايا وهتلاقوه كده عمل تكتلات ما تقلقوش خالص هتفكو بقى التكتلات دي بالمعلقة زي ما انتو شايفين معايا كده مش هياخد منكو وقت تماما بالضبط خمس دقايق وحيكون الاز واسرع كسكسي موجود معاكو والله طعمه زي الكسكسي بالزبط ما فيش اي فرق بينه وبين الكسكسي اللي بنعمله بالغربال والدقايق وكده ما فيش اي فرق خلاص بقى انسي الكسكسي بالطريقة القديمة والتعب والمجهود الكسكسي ده سريع جدا طبعا الكسكسي بالغربال ما فيش اي مشكلة طعمه حلوة وكل حاجة بس دي طريقة سريعة لنفسه ياكل كده حاجة حلوة وعاوز يعملها بسرعة فالطريقة دي هتكون مناسبة جدا للناس اللي بتحب الكسكسي وعاوزة تعمله بسرعة بصوا هنفضل بقى كده ايدينا في الكسكسي بتاعنا وتقدروا بقى كمان الكسكسي ده تعملوه زي الكسكسي العادي بالزبط يعني تقدروا تدفوله مثلا شربة بط او تقدروا تدفوله شربة لحمة مثلا ويكون كسكسي حادق او كمان تقدروا ان انتم تدفوله زي ما نضفتله كده سكر وجز هند وكمان سوداني ويكون الكسكسي مسكر مفيش اي مشكلة خالص يعني الكسكسي ده هتعملوه معاملة الكسكسي اللي معمول بالدقيق والغربال عادي جدا جدا وكمان طعمه حلوة قوي والأحلى ان هو بتعامل بسرعة وان انتوا كمان تقدروا تتحكموا في الكمية يعني ممكن كمان تزودوا الكمية عن الكوباية دي والضعف المقدير وتعملوا كمية اكبر بس انا عاوز اقول لكم ان كوباية السميد دي ما شاء الله عملت معايا كمية كبيرة زي ما انتوا شفتوا كده لان طبعا حبوب السميد لما بتشرب المية بتنفش وتكبر وكمان السميد بطبيعته بيكون مشبع قوي يعني لما بنكله بيكون بيشبع فمش هتحتاجوا ان انتوا تعملوا منه كمية كبيرة بصوا ما شاء الله بانت بقى معايا كده ملامح الكسكسي خلاص بقى كده طفيت عليه النار وسبت بقى يهدى شوية وبرضو بتريت ان انا اقلبه كده بعد ما رفعته من على النار علشان اخرج منه كل السخنية اللي موجودة فيه بصوا بقى النتيجة ما شاء الله كسكسي ناجح مية في المية واللي حيدوقه والله مش حيعرف ان هو معمول بالسميد تماما ومش هيقدر يفرقه عن الكسكسي اللي بنعمله على البخار رشيت بقى كده على الكسكسي بتاعي اول ما نزلته منه على النار ووسخن كده رشيت عليه شوية كده من الفانيليا علشان تديني ريحة حلوة للكسكسي بصوا هنبتدي بقى ان احنا كده نفصل اللي تكتولادي بالروحة بالمعلقة كده زي ما انتوا شايفين معايا كسكسي ده ولا مش كسكسي متعلميني بتاع المدارس كسكسي طبعا ولزيز قوي وهلو جدا كل بقى ما الكسكسي يهدى ويبرد معانا هتبصوا تلاقوا تحول كده لكسكسي زي ما انتوا شايفين معايا كده ونتيجته حلوة قوي هنبتدي بقى كده نغرفه في طبق التقديم وهنبتدي بقى نحط عليه الاضافات اللي احنا حابنها انا هضيف عليه سكر كده بودر وكمان هضيف عليه شوية من جوز الهند وشوية من السوداني حابين بقى تزودوا الزبيب براحتكم مفيش مشكلة خالص ولو حابين بقى كمان تحطوا عليه حليب سخن مفيش برضو مشكلة هيكون طعمه حلو جدا وللناس بقى اللي بتحب الكسكسي بالبط او الكسكسي الحادق تقدروا بقى تضيفولوا شربة بط او شربة فراخ او اي نوع شربة موجودة عندكم وهيكون طعمه برضو جميل ولزيز قوي وهتحبوه جدا واللي حيدوقه مش هيقدر يفرق طعمه عن الكسكسي المعمول في حالة البخار زي ما قلتلكم كده خلاص بقى كده ننسى بقى التعب والمجهود ونعمل الكسكسي ده سريع ولزيز وحلو جدا وكمان ما بياخدش مننا وقت ولا مجهود وكباية واحدة بس من السميد ما شاء الله طلعت لي كمية كبيرة قوي على فكرة السيرفيز ده كبير ما شاء الله مليان وطبعا اه بتريد بقى ان انا اغرفه بعد كده في الاطباق عمل معايا ما شاء الله خمس طباق كده من البولات الصغيرة بتاعة الشربة يعني ما شاء الله كميته حلوة جدا تقدروا بقى تعملوه كده كحلوة سريعة كده او تحلية سريعة اه في الشتة كده بقى يكون سخن وحيدفيكو قوي وحيدفيكو طاقة وكمان طعمه حلو وكمان لذيذ جدا وسريع همضيف بقى كده السكر البودر وكمان تقدروا تضيفه سكر خشن في ناس بتحب الكوسكوسي يكون عليه سكر خشن اللي هو بتاع الشاي ده وبرضه بيكون طعمه مميز قوي انا ضفت عليه سكر بودر وضفت عليه كده كمان شوية من جوز الهند زي ما قلتلكو وكمان هحط عليه شوية سوداني كده متحمص ومجروش بالشكل ده كده وخلاص بقى كده تكلوا بقى بالصحة والهنى متنسوش بقى لايقات كتير وشير للفيديو واكتبوا تعليقات حلوة علشان كوسكوسي المعلقة يطلع ترند لو انتو بقى بتشوفوني على اليوتيوب متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان توصلكوا مني كل الوصفات الجديدة ولو بتابعوني على صفحة الفيسبوك متنسوش برضو ان انتو تنضموا للصفحة ولو بتابعوني على التيك توك يشرفني اندمامكم للحساب بتاعي بصوا بقى الكوسكوسي معايا ما شاء الله حلو جدا وكل ما بيبرد ويهدى كده شوية بصوا ملامح الكوسكوسي بيتبنى عليه اكتر وبيكون كده مفرول اكتر وكمان طعمه حلو قوي اهم حاجة اتبعوا كل الخطوات اللي قلتلكوا عليها في الفيديو وان النار تكون هادية وانتو شغالين في الكوسكوسي علشان ما ياخدش من كلول ويطلع بالجمال والحلاوة اللي انتو شايفينها دي بصوا قدي الكوسكوسي بتاعنا جميل ولزيز جدا وطعمه حلو جدا واشوفكم في وصفة جديدة كنت معاكم مروة سامي باي باي